موسيقى اللي شاركت فيه في أقوى وأمتع المصرحيات اللي عملت في الفن كده حالة من الزلزلة في الفن المصري وقتها خلوني أرحب بصحر آخر عن قود مصرحيات العيال كبرة الفنانة الكبيرة والجميلة نادية شكري أهلا بحضرتك أهلا بيكي أنا مش عارفة أقولك يا كلام الجميل أنا والله العظيمة عندي كلام كتير جدا عايز أقوله بس أنا مش عايز أضيع أنا أتكلم أنا عايز أحركي لي تتكلمي وعايزين كلنا نستمع لحضرتك منورانه يا حبيبتي ده نورك يا حبيبتي ده نورك ربنا يخليك خليني كده أبتدي طبعا العيال كبرة وصحر أو سوسو الاسم ده لغاية دلوقتي لسه مرتبط بحضرتك ولا بيطردك زي ما نقول في كل حتة ولا لأ ده بالظبط يعني مش عارفة يعني تحسينه قريم بتاعي آه والله يعني ما بشي في الشارع أنا خلاص تزيلت أن أنا نجف وسط الناس يعني يعني دايما من دهون يبيا صحر يا إيمان يا بتاعتنا مدوح يعني أيوا بتاعتنا مدوح فهي دي بقى الكرسة اللي عندي بقى وفيه ناس بقى يدخليني ماشي في الشارع تقولي ده نقتك يا سلطان ده نقتك هم يعني في حاجات كده ركب معلقة مع الناس ده درجة أن خلاص فيه ناس كشت جدا والله بجد بينسوا إليهم أنت اسمك صحر بجد يعني حتى دي كمان بسم ذلك الموضوع ده ما كانش بداية حضرتك خالص ده مفرحني يعني كفان يعني عدى على المسرحية دي فوق اللي 40 سنة اتخيلي بقى أنه الفوق اللي 40 سنة والأطفال اللي قد كده بيموتوا في المسرحية دي أنا كنت لسه في الإنترو بقول أن المسرحية دي لو جت في اليوم مثلا على قناة وعلى قناة تانية والله العظيم أنا بعضة تانية حقامها جميلة جميلة فأنا السعيدة أننا لحد النهار ده الناس فكراني بيها يعني فيه ناس نسيت حتى أي أعمال تانية ولا حتى بيبصوا ولا بيفتكروا أنا عملت إيه وقول لك كلام ده ويسألوا أنت فين وفي ناس قولي دي ماتت وحاجات كده الأساس أنه إن هي دي معلقة مع الناس هو ده كان أول عمل لحضرتك؟ لا لا خالص بالعكس ده كان العمل بعد كتير كمان بس أنا كنت وقتها صغيرة صحيح كنت مخلفة بنتي لأنني خلفتها وأنا في المعهد دي طبعا حاجات كده مش معروفة أوي لناس كتير احنا عايزين تكون أي حاجة مش معروفة نهار ده تتعرف لجمهور كمان من بنيت أنا كنت في عدف مما الصحية وكان زميلي الله أرحمه الفنان الجميل سامي العدل الله يرحمه طبعا واتجوزنا وإحنا طلبة وكنا أول طلبة بتخلف في المعهد لدرد كان شكلها كان كوميدي طبعا أنا اللي كان شكله كوميدي يعني فكنت بخطها كده في الكاريكوتا سيبها شوية وروح جوة أحضر المحاضرة وكلام ده كانت حاكوا علي في المعهد اللي هي رشا اللي هي رشا وكان رحمه ذاك الله رحمه زميلي كان في سنة رابعة هو في الوقت ده وأنا في أولى تقريبا دخل على تانية يعني فكان يشوفني وأنا حامل الطريق علي يقول أنت بلع زتونة لأنه طبعا كانت باطني صوي وروح أنت جسمك ما شاء الله لغادي دلوقتي نحاول أنا كنت أقل من كده كمان كمان طب ما تيكي كده نشوف كده جزء من مشهد العيال كبرت ونرجع عن الكلام ياريبك 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 تعمش بجزء من مشهد من مصلحات العيال كبرت ونرجع عن الكلام مرة تانية منزل الأستاذ رمضان الشكري؟ أيوة فنة سلطان المكالمة دي على شاني المكالمة دي عشان نصوصو ما أنا سوصو يا أخي؟ ألو؟ أيوة يا أستاذ لولو يا بيت حتى أرطصيني ولا أعرف يا بيت؟ الله يبارد فيك يا أستاذ لولو طبعا طبعا ضروري حاجي في المعادي أستاذ فعادي يا بيت أنت؟ مفيش حاجة يا سلطان لا مشهد رقاصة يعني وعيف استنى يا سلطان أقاصة يا سلطان انت عارف يا سلطان يا سلطان كان عايز يقولك هذا مهمة قوي هتشالي رقاصة ومعرفش إيزام يقولي المحروسة أخوكي معلش يا بابا بقى لما تيجى عندنا بقى حكرمك أخر كارة وعاي ساول نبه هنا بقى أنا لميت هدومي وصاباتك البيت ده وماشي فالك يا الله بستين ده يا ماهنتي لو بتحتلمي أهلك كنت اشتغلت رقاصة على الأقل كنت عرفت أخد منك ربع جنيه يمشي خشت جوة يمشي غوري امشي غوري اه دنيلي أنا تهزقت خلاص هي حصرة النبوكي بلغ النيابة عن الأستاذ لولو المحترم هيا متهيق لي يعني كلنا بنعض يعني والله العظيم يعني الجزء الصغير ده أنا قدى متنحى ليه كده بس هيكت عظيمة بجد عايزكي بقى تحكي لنا عن كواليس الروح اللي اللي يرحمه وحسن مصطفى تصيرو حجة حسن حجة حسن الله يرحمه الله يرحمهم كلهم طبعا يدينا العمر يعني هي الأول قبل ما اتكلم عن حد معين فيهم طبعا انا مهما بقى اللي اتكلمت مش عارفة اقول اي حاجة يعني حاجة حسن لحد وفاته احنا تقريبا منتقابل في النادي نقابة بتاعتنا طفل يعني طفل صغير تحس انه قدامك بيبي فانا كنت باخد منه حاجات يعني احنا بنقعد يلعب معنا كوتشينا نقعد نهزر وفي نفس الوقت واحنا بنعمل ده كله نتكلف في الفن وفي الثقافة وفي السياسة فكل حاجة ممكن تتخيليها رأيه ايه كان في الفن من دول والله كان ما كانش مبسوط قوي بالحكاية بس كان سعيد برضو انا سعيدة بيه ما نقدرش ننكر ان فيه شباب طالع طبعا شطر قوي ومجتهد جدا جدا لكن فيه طبعا تغيرات عن زمان في حاجات تانية بقى يعني في الكزام في طريقة في كده يعني لكن طبعا مش هننكر ان فيه ناس شطرة جدا فالحاجة حسن با كان يقعد يضحك معانا وكده ومحبش انك محترم الى اقصى الحدود مهزب حقيقي حاجة حسن ممكن اقول فيه مئة سنة كلام خف الدم وطيبة وحنين ودائما يسأل على اصحابه متواضع الى اقصى الدرجات يعني متعالي الجيل بتاعكو ده كان فعلا كله تواضع وكان اخلاق وكان زوج طبعا ما شفتش متعالي او ما سمعتش حتى ان كان فيه حد متعالي او كان مغلوق حتى الراحل احمد زكي اه حبيبي احمد ده احمد ده حيالة بقى احمد ده الله يرحمه اولا انا عرفه بعيدا على غيال كبرة خالص اه من ايام المعهد وبرده مش مش بالمعهد برضه اوي يعني هو كان صديق اه انتيم اوي لسامي العد للرحمه صديقه جدا يعني فطبعا كان بيجلنا البيت وكده يعني اشنا كنا صحاب لدرجة كده في الوقت ده يعني واحمد بقى بصفته كان زميلي كنت بسا ايه وقفه جنينة كده كانت في المعهد كده حتها صغيرة كده كنا بنوعد فيها نرغي بقى مع بعضين يعني فاحمد كان قليل الكلام احمد بيحب بيتابع ويبص حواليه ويشوف ده بيعمليه وده بيتكلم ازاي وده بيمشي ازاي فجأة ليه مثلا بيروح مقلد لي واحدة معدية يعني تلاش تبقى وكده او واحد ناشي او كده يعني هو كان يحب التقليد كان طبعا بيقلد لي كل بقى رؤساء والناس وكل كل 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 الكلام له هو قاعد كان عظيم في الأكلام عبد الناصر والسادات كان عامل أكل عظيمة كان يقلد الفنانين كلهم كان يقعد يعمل ده هو كان غوي كده اللي كنت بشوفه في أحمد واللي انا بعد كده ادركت ليه أحمد يعني بقى مالوش شبه أحمد لانه ما بيتكلمش قد ما بيقعد يتفرج عليكي وتلاقيه بيبصيرك وانتي بتعمل اي حاجة كده يعني بيتابع رأكشناتك بيتابع كل حاجة فيكي كل تفصيل قد كده كان بيشوفها فعشان كده أحمد الله ارحمه يعني مالوش زي ده حقيقي طيب احنا معنا تليفون مهم جدا معنا على تليفون الفنان سامح حسين أهلا بيجي السلام عليكم السلام يا حبيبي يا حبيبي انا سعيد جدا ان المداخلة بتاعتي على قناة تن وسعيد جدا ان المداخلة علشان استاذة نادية دي بقى اخت الزوانطوطة انت حين لسا يا حبيبي انا لسا عايز اقول لك تسمح قبل ما يعني قبل ما نتلعها بقول لها الله اكبر بجد الشكل هو هو الجسم هو هو مفيش حاجة تغيرت يعني بجد هي ما شاء الله زي الامر من يومها لغاية النهاردة انت عارفة ليه؟ لان هي روح الاستاذة نادية روحها حدوة روحها يعني ما بتكررش حد جميلة من جوم البرد اوه جميلة من جوم البرد ده بالعكس احنا لما بنبقى متضايقين او متنرفزين نشوفها والشاهة حتى لو هي ما تتحكش هو الشاهة ضحي لوحده طيب طيب قولي بقى انت فيه عايز اعرف مينك الكواليس في المصرحية بالعرم بي امر بي امر لا قولي بقى حاجات كده ايه؟ يعني الكواليس بي حدش عارفها خالص لأ بس انا اشتغلت مع تسادة نادية اه انا الرئيس مصرحية انا الرئيس كانت قطاعها اه عرب منظرة دي قطاع خاص اوكي يعني مبدئيا انا الرئيس دي كنت قعدتي عندها هي مش في القولة بتاعها هي كانت بتعمل بقى هي انفة قوي يعني هي بتجيب الترمز بتاعها والبويلر موسوسة يعني موسوسة فانا بحب بعد اسمع لها مم فانا مصود قوي بعلاقتي بيها ومصود قوي ان يعني اعرف الاستاذ نادية دي قيمة وقامة بصراحة يا حبيبي انت كده بتحرجني وانت عارف انا بحبك ايه وانا اللي اشتغلت معك وانت اللي اشتغلت معي على فكرة وانت عارف انا بموت فيك يا حبيبي ربنا اخليك يا استاذ نادية واسعب حاجة حصلتي دلوقتي اصلا ان انت اتكلمت وانا موجود يا ربنا اعايزك ربنا اخلي حبيبي لا وعايد اقول بقى حاجة ان الاستاذ نادية كانت بتقول منولوج في عانها الرئيس ايه ده بجعت؟ ايه ده بجعت؟ كانت بتخليني وانا واقف جنبها على المسرح انا اتنهب وبتوبخني اه وبتقول ان هي انا خسارة السلين اللي ربتني وبتاع فيها فكان اه جسمي اشعر طب انت هتقوله لما جلوقتي وبتاخد يوميا سوكسيه يوميا سوكسيه في المونولوج التراجدي يعني هذي الفراشة الجميلة لما تقولت راجدي كنت ترمي الابرة في المسرح اكتر نصيحة كانت بتدها لك ايه او اكتر حاجة كانت دايما تقولها لك ايه لان يمكن برضو قبل ما نطلع هوا بنتكلم عن بتقولي الفن اتغير قيتلي اه قيتلي انا روح استراليا رجعت لقيت الدين اتغيرت اه هي دايما تقولي الاخلاص وحب اللي انت بتعمله وخلاص ملكش دعوه باي ايه علشان نفسيتك ما تدهيقش ملكش دعوه بالقيل والقال حب اللي انت بتعمله واخلص فيه وخلاص هي عشب روح اللي هو ايه ايه بقول انت سمحش محتاج نصيح لان انت مؤدب ومحترم ومتواضع وانا كنت لسه بتكلم بقول يعني ان ان في صحيح في الجدد اه ناس محترمة واناس كذا انت منهم يعني انت من المسرح اللي الناس ده حقيقة مش بقول ده مجاملة يعني الناس كلها لما بتجي المسرحيات عندنا من ايام انا الرئيس كانت الجامعة كلها لما بتجي بيجيبوا غيرهم والناس تقابلني تقولي انا بجيب عيالي وبجيب مش خايف مش خايف اجيب اولادي مش خايف ما فيش حاجة مبتزة طبعا فاي حد عارف انه خش يتفرج على سامح حسين يعني بيفرق على حاجة نظيفة طيما وكل حاجة الله يا حبيب ربنا يا عزك يا رب يا حبيب ده شهادة تجير لي يا والله لا والله ده انت تستهل كل خير يا سامح العرض اللي جاي بقى عاديين بعد انخلص المسرحية نروح لكم ساندويتش كده ساندويتش كده طب مش لايق على فكرة ساندويتش كده حبيبي ومبروك الفيلم الجديد وربنا يباريك لك وسعيدك ووفقك ويحميك يا حبيب طيب محتاجة اسمع منك يا سامح كلمني اي حاجة عن الفيلم الجديد على بال ما تجينا وتنورنا هنا في كلام البريد لا لا خليها مفاجئ انا باشكرك شكرا جزيلا بس قبل ما تقفل توعدني وتوعد جمهور كلام البنات ان انت تنورنا هنا في حلقة ان شاء الله بامر الله ان شاء الله باشكرك شكرا جزيلا الفنان مرسي يا حبيبي مرسي ايه ايه حكاية الفيلم لا انا ما حريك طب طب حريك ليكي دور في الفيلم معي انا بريكتله يمكن يعني غلطة الناس بقول بس انا بريكتله يعني دعم الحق انه هو طبعا لكن هكي مش مشاركة مع في الفيلم لا 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 هو لو لا حاجة كان لازم انا ابقى فيها كان اكيد انا كنتها بقى موجود طيب خلينا نتاني نرجع للعيال كبرت وحريك قلتي كان ليكي تصريح ان لو زمن يرجع بيا انا مكنتش هامل دور صحر او سوسو بالطريقة دي اه اكيد لا مش ليه هو طبعا كل الواحد اللي ما يعني بيتعلم في الفن الفن ده مواش مجرد انك موهوبة وخلاص يعني يعني الناس فهم غلط الفن ده لازم تبقى موهبة ودراسة ولازم تكون فيه تجارب كتير مع مخرجين كتير مع ناس بتقولك ده غلط وناس بتقولك ده صح وإلا ما كانش بقى فيه مخرج عمل صح يعني يعني عشان كده برضو تلاقي الزمن ده غير زمان في بعض الناس مش كلهم يعني دلوقتي مثلا الناس بتاخد السكريبت في البيت تقفزه وتروح تمثل احنا زمان ما كناش نعمل كده احنا زمان كان لازم بقى فيه بروفات ترابيزة وتقعود تتناقشي وتشوف هتعملي ايه وما هتعملش لا والمسرح ده موضوع صعب جدا اه لا المسرح نتكلم في العمو حتى في المسلسلات بيجي ليسكريبت بتعملي كده المسرح بيحصل بروفات ده لازم هيحصل بروفات طبعا نعم اللي بقى صدو في الفيديو مثلا او في السينما او كده اغلب الناس مش بتقعد مش كلهم طبعا في ناش بتعمل طبعا بروفات جامدة وكده احمد زاكي كان من ضمن الناس اللي كان بيصر انه يبقى فيه تبقى فيه بروفات وكذا ويذاكر لكن فيه حاجات مثلا في التليفزيون بتتعامل سلسلات والله بيبعتلك السكريبت وتبقى انت اصلا لسه مع ما كيش بقية الحلقات يعني بتغري حلقة اه الهوة بتصوروا على كده يعني كمان ودي بتعمل ازمات يعني دي بتعمل ازمات مش زي زمان زمان كان لازم كل حاجة تبقى في ايدك وبتشوفي وبتناقشي والمخرج هو الكلمة هو ليه الاختيار انهار ده عادي ممكن زميل يختار زميلة ممكن مش يرشح في فرق بين يرشح والمخرج يوافق عليه لكن فيه الوقت فنان ممكن يجبر بيفرد الرأي ويفرد عليه اه ده حقيقة يعني وبشوف كمان ساعات فنانين بيغيروا مثلا في السيكونز بتاع الحوار ما بينهم وبين بعض لو هو من نجوم الاولى لو اوكي لو غير لو غير في حدود الحكاية عادي من حقه على اساس ان ايه ان الكلام ساعات بيبقى مريح في بق الواحد كده وبيقوله واحنا كنا بنعمل كده زمان بس مش لدرجة ان انت تغيري المعنى عشان عايزة تقولي مثلا ايه فيه او عشان عايزة تقولي حاجة فسوح مغيرة معنا الحكاية ده مش حلو ده مش حلو بالمرة طيب خلينا نرجع برضو والفنان الروح لسعيد صالح كان ليستقبال وانتي دخلة من بابة النادي كان ليستقبال معين ايه بقى انا جايبين كل الكواليس لغششكم الكلام عندنا فريق اعداد رائع الحقيقة بجد واه سيدة الله يرحمها حبيبي وطول عمره طبعا ده الرجولة كلها بقى سعيد صالح يعني نتكلم على سعيد صالح نتكلم على ابن البلد الراجل الجدع حاجات كتير قوي وعلى فكرة سعيد صالح من المسلمين الجمدين جدا جدا يعني هو فعلا ما يخدش وصيح نجم واسم وكل حاجة بس كان هو مكانته مفوته بأكتر من كده بكتير كمان سعيد سعيد حد ممكن هو اللي كان مقصر برضو في حق انفسه اه طبعا اكيد بس هو حد مهم قوي يعني هو حد في التمثيل مهم جدا واحسن واحد يقول الـ F اللحظة اللي هو في لحظة كده وحبا يطلع F وكده يعني سعيد كان بيدخل باب النادي كنت بقى بيتأكد ان انا موجود انا والحاجة حاسر للأول وبعدين ييجي يعني ما يجيش هو كان ما بيجيش كتير يعني بس يتأكد لقى وانا على الباب بقى بره انا اسمع فضيحة اه وضاي يعني انت يا بيت انت يا بيت يا بتاعت ممدوح يا بتاعت بريستيلي من بره في ناس تانية مسلا ممكن تبقى مش فاهمة ايه اللي فيه ده مش فاهمة ايه اللي فيه ده مش ممكن يا جوز فلازم يقول هالي كانت لازم يجي عفضحن كده وهو داخل كده فالرحمه ده مزال عسل وجدع ورامل لي وقفت جدعانة وحاجات كتير واحد ما انساش حيات فيه مشهد كان بيجمعكوا مع بعض او يعني ايه مشهد طبعا كانت كتيرة في الليل الكبرت تيجي نشوف جزء ونرجع تعالوا نشوف جزء ونرجع لكامل حوار يعني اصيح اشتغلت مع فرقة اميني دي بالمناسبة يعني خمس سنين وعملت مع روايات كشيرة معي وكان فيه عمالقة في الروايات بتاعته بس يعني ده معرفش رواية دي كده فيها كوكتيل حاجات غريبة على بعضها كنت متوقعين للنجاح المصرحية دي النجاح الرهيب ده ما فيش حد بتوقع نجاح قوي لكن ممكن اتوقع الى حد كبير ان مصرح ده ما خفيف وكذا لكن النجاح ده طبعا ده بتاع ربنا وطبعا حسب استقبال الناس للكواليس دي بقى لو هي فيها اي حاجة الناس مش هتستقبل صحة ليه بيبان في الوش يعني انا ممكن اروح مصرح النهاردة وابعارفها كويس اوي من شكل الموصلين ايه اللي بيحصل في الكواليس يعني ابص كده اعرف ممكن الناس العادية متاخدش بالها اوي لكن بيأثر على المود العام احنا كنا فعلا زي ما بتشفينا كده احنا كنا كده في الكواليس ونهزر مع بعض ونعمل في بعض مقالب ولازم قبل ما نخش يعني اوما نخش كده كلنا نخش على قدة ماما كريمة اللي ارحمها كده كنا سعيدي بوس ايدها وكده كلنا كنا كده نخش نعكس بعض في القوض وهنا دخلين الكواليس سعيدي هزر يعني كعب الحد الهزار يعني حاجة حيو حاجة يدوس عليها فيتخض يعني حاجات كده حركات يعني طيب خلينا نروح الهيال رجعت الهيال رجعت دي بارتو او استكمالا للهيال كبرت ولا لأ لا هي مش استكمالا هي يعني ودور ممضوح بالمناسبة رجع في الهيال رجعت اه يعني جاء يعني جمنا الممثل جميل ريدا إدريس ريدا إدريس فالناس يعني طبعا كلمة ممضوحي بتاعت ممضوحي معلقة جدا مع الناس فهو تعمله دعاية قبله اصلا ما يبقى ريدا إدريس او اي ميمكان يعني هو الدور ممضوحي بتاعت ممضوح فهو بقى ممضوح فهو بتتدى هو كمان يتقله كده ايه ممضوح انت بتعبير السل انبقى يتقله كده دلوقتي يعني بس اكيد هو مفسوط طبعا لان هو زي متوير يتعامل له يعني البروباجاند قبل ما يطلق هو العمل اخد يعني ادعاية بتاعته بس بانه هو يمت للعيال كبرت بصلة ايا ان كانت الصلة اللي خلاني وفقت على الرواية دي بتاعت العرجات هو المنتكة فنان صغير كده لسه جديد يعني اسمه عليه الحسيني فالولد ده هو كان بعتلي كتير يعني خلال الميديا يعني مش الهوية يعني بعتلي ورق وقال لي ايه رأيك شوفي بقى الكلام انا اللي عجبني ان هو بتفتح السطرة على ديكور العيال كبرت فانتي بتخش كمان على العيال كبرت اول حاجة بتلاقي الصور بتاعتهم على الحطان الاخوات والاب والام فطبعا بتخشي برضو في الرواية بعدين انا بدخل اول دخلة دي بناجي الصور وبقول حاجات فيهم يعني مثلا شقوت وحشك نشقوتك لسعيد احنا طبعا بدون قطع كلام حارك شايفين على الشاشة الافيش بتاع مصرحات العيال رجعت اه حبيبس اه اتفضل هو طبعا فيه ناس اتغيرت بعد كده بس وانا حاليا سبتها بالمناسبة يعني اه والله اه طب ليه بقى اين اسباب اه حصل كده لغبطة ما بيني وما بيني المنتج لنا هو صغير جديد في الحكاية يعني اه فبعد ما كان فيه نجاح جامد جدا وكما فوت حروح تونس في المهرجان وكده اه فحصل الخلاف اه هو طبعا جديد على الانتاج فمش عارف شاب صغير ومش عارف ومش مستوعب الحكاية انتاجيا ازاي فبراقب ان انا وقفت جمه كتير جدا يعني انا ساعدت فوقفة وجود حضرتك في اي عام لا انا وقفت جمه كتير عشان شابه وكده واستنيت وقت مع اربع سنين في المحاولات دي عشان تطلع الرواية دي للنور واشتغلنا وكان نجاح جميل جدا وكنت عادي باشتغل ومش فرق معي اخد اجر ولا ماخدش اجر ولا كده انت حب الموضوع اه طبعا فدلوقتي اللي هي المشكلة في النقابة طبعا حاليا يعني وان شاء الله باخد حقي يعني لكن هو طبعا في زميلة جات جابوها يعني انا مش زعلانة منها على فكرة خالص انا زعلانة عليها يعني ليه بقى ذا ليه بقى هي فنانة كويسة فنانة لها ايميتها يعني انما ما كده عافينها كلنا ومش عيبنا مش اه لا اصلا كده هي سواء لا خلص هيها العنبر انا مزعلانة منها بلاكس انا بحبها جدا وبحترمها جدا وبكني لها كل احترام بس هي طبعا كما فتسألني هي ما سألتنيش هي عرف ان انا اشتغلت في عربي منظرة مع الست سامح وما جاتش اسألتني ليه هي طبعا بتقول ان هي طبعا مدام لقيتني اشتغلت فيبقى خلاص لا هي ما كدش كده الحكاية ما فيش كده بين الزملاء طول عمرنا متعلمين وفهمين ان حتى لو كده طبعا طبيعي انا لو حد مشاني هروح اشتغل في حاجة تانية طبعا فمشارت اكون انا اللي مشيت مبدئيا يعني فكان مفهود تسألني طبعا فعلا كان ليه حقوق عنه وحاليا اللي قابل جبالي فانا كفية كزميلة كان مفهود انا اخد حقي قبل ما يشتغل طبعا ده الطبيعي يعني مين بقى هي انا مزعلانة بقى المشكلة اللي انا مزعلاني اولا انا كتبة مشهد في الاخر انا الاولاني كتبة منه حاجات طبعا بس مش مشكلة يعني كان فيش وقت حاجات حريك اللي كتبة ايبا المشهد الاخراني انا اللي كتبة كله المرال بتاع الرواية اللي الناس دي يعني بتعمل لي فيه حاجات غريبة وبيعياته في الصالة كويس انا اللي كتبة بايدي خلاص لان انا اللي حاسة بالحالة لان انا اللي حاسة بدول اللي ماتوا انا اللي حاسة طبعا اعملين ازاي طبعا فلما أنا كتبته طيب أنت أولاً بتقولي كلامي اللي أنا كتبها هما ما لكيشني مش مشكلتي أنا مشكلتي في إلي أنا كنت لسة أولي كيمكن هي ما تعرفش آه لأ عارفة طبعاً أكيد هي عارفة حتى لو هي مش عارفة مش هو ده اللي بألومها عليه خورة أنا مش بألومها أنا بألومها بس أنا كنترفع السماعات كليني تقولي عشان كنت أعرف أخذ حقي قبل ما ألجأ للنقابة والعلاقها ما بينكو طيبة؟ لا عاجي إحنا زمايل إنما إحنا زمايل زمايل مهنا وحشوفها باحترمها جداً وباحترمها كفنينة وكله هي ممكن تبقى يا تسراعك ما خدتش بالها من حاجة يعني مش ده اللي مزعني أنا زعلانة من حاجة تانية إزاي يعني هي فنانك يعني كده قديرة وفهبة وكده إن دور زي كده أنا لسه ممتش يعني ده تسبب لي في إن هم أشاعوا اللي يال الشباب اللي ناجئ إن أنا ممت عشان آه عشان هي تظهر بالواية ما لحدش دايق أنا فيه ناس أقسم بالله ربنا ديك صحة والعمر يا رب بعتوني يسألوني هو أنت كويسة بطوله ما أنا كويسة لأنهم عارفين أنا كنت فيها ونمع ملالي أصلاً مكتوبها لي مش مكتوبة لحد تاني مش هي دي القضية برضو القضية إن أنا لسه وإحنا منبتدي بتسأليني مصر والدول العربية بتقولي يا صحر لحد لوحس ما ينفعش حد تاني يخش على المصر هو أنا لسه بمتش والصور محطوطة بس حقيقة بتتكلمي بقى في أخلاقيات مهنة يعني حاجات زو إن تستأذيني بتتكلمي وده من حقي لأ أنا بأصد دي خلاص مش مش مشكلة ممكن تكون مش عارفة في حاجتها عنها يا جوز باخد لها العذر لكن هل هي كفنانة قديرة يعني مفاهمة الحكاية زي ما أي حد داخل فهم والناس باستغرابة ودخلوا كتبوا لي كلام إزاي مين يعمل الصحر بذلك وإزاي صحر بذلك مش عشان حاجة لو موت قامة الناس كلها بتكرر أعمال ماشي لكن بتخش على المسرح تقولي يا سلطان يا أخويا وحشتني يا أحمد يعني يعني الأحمد زاكي يعاط يا سوريا كمال وحشتني حنيتك علي ويعاطف يا أخي يا قلبي ده مش عارفة إيه ويا ماما ويا بابا يعني أنت أصبحت صحر فجأة طب الناس شايفة إيه يعنيها أنت بيش صحر يعني يعني عرفها هي الناس مرتبطة صحر بحضرتك بالفنانة ده أنا بتديه دي في الشارع يعني لدرجة كده فطبعا ده هيفصل أكيد الناس فهو ده اللي صغربته أنا قلت إزاي وفقت أنا ما تخيلتش عارفة لو واحدة مش معروفة كما ممكن يقوله آه دي صحر لما كبرت بدأت شكلها كده ممكن لإني مختفية أنا شوية فيعني ممكن تقال كده لكن لو حد معروف لأنها العبر معروفة فأنا طبعا المشكلة مش مشكلتي يعني مش مشكلتي خالص أنا ببقينك يعني عشان عرضتوا عرضنا الأفير فأنا بقولك وحتى في ناس كمان كتير سابت الرواية آه وفي ناس اعترضت بعد ما أنا سبتها يعني منهم من بدر تأسير قالت لهم ما ينفعش وثابت الرواية لأن ما ينفعش تطلع جنب حد هموا لو حارك مكسب لأي يعني عمل لا أخليك يا رب أنا بكلم على ده عشان نتبط يعني أي حاجة تانية مش مشكلة لك أنا مش معقولة مثلا أنا بقى فيه دور معين على المسرح بقى له سنين مفكرتش حركة تكلميها أنت لا 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 خالص طبعا وبعدها أنا بزعلانة منها بقى يعني خلاص ممكن تكون أنا معرفش إزروفها أنا اللي مزعلني أن أنا توقعت منها أن على الأقل تسألني لكن ما سمعش أنها بتقول المبرر أن أنا اشتغلت في حاجة تانية لا أنا اشتغلت في الحاجة التانية بعد ما حصل مشاكل معناتك طيب خلينا برضو أنت اللي كان لكي أعمال كتير فنية خارج مصر وللأسف برضو ما كدتش أنا سباطة فيه ما نعرفش عنها حاجة فعايزاك تكلميني عن الفترة اللي كنت فيها برا مصر وعملت أعمال فنية حقاية نجاح كبير جدا أو أنا كنت برا مصر فترة كبيرة جدا ورجعت أنا المرجعت عملت الوتى دولوتى ده ده مسلسل اللي كان دي مع الفنانة اللي رحلة هدو سلطان وعملت المرأة في الإسلام وعملت عبد الرحمن وعملت حاجة اسمها ممسوك تحري وعملت حاجة اسمها دفتر أحوال يعني اشتغلت حاجات كتير بس ممكن ما كانش فيه نجاح قوي قد الوتى الوتى ده هو اللي كان فيه نجاح ده حقيقي إنما مثلا قبل كده زمان مثلا من ضمن الأعمال الضخمة اللي اتعاملت وانا كنت فيها وعوغت دور أساسي وكبير كان أول إخراج لأرحمه أستاذ كبير حسن الإمام لأفلام التلفزيون كان اسمه صاحب الجلالة الحب وانا كنت يعني إحدى زوجات الزباط الأحرار في الوقت دوت في المسلسل فكنت زوجة فنان الكبير حمدي أحمد فكان مسلسل ضخمة فيه نجوم مصر كلها مصر كلها من نبيل عبيل اللي حسين فاهمي مصر كلها كانت في المسلسل ده عملت مسلسلات كتير بره مصر ودي ممكن تبقى أخرتني عن مصر لو كانت كلها بصولة برده وانا انت ندمينا يعني عوالده سلسلت مع مثلا محمود الميليدي ومع توفيق ديئن الله رحمهم وزبيدة سروت ومديحة كامل مديحة كامل مديحة كامل كت صحبتك أنتيم ايه حبيبتي ايه حكي لي بقى كتر لوكتك عاملة ازاي صحب دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده يبقى اتنين امراض وحلوين وبنفسه بعض ويبقوا صحاب وانتيمه مع بعض مديحة كامل صورة الرحلة الرائعة حبيبتي حبيبتي الله رحمك حبيبتي دي يعني شوفي أولا عندما تشوفوها على الشاشة جميلة هي في الطبيعة قد الشاشة دي مليون مر والله اه والله انا كنت شوفوها صحية منهم كده بدر بنور الله ارحمها يعني مديحة دي اللي بالنس ما ممكن بتعرفش عنها يعني شافينها الجميلة اللي بتلبس وبتجاو بتشاو مديحة دي كانت طيبة جدا طيبة غير هدية وبتخاف وبتتشاو وبتتفائل وتتخض وموسوسة شويتين كده وبتاع كان سبح بيقول حالك برضو موسوسة اه كان موسوسة نظافة اه اه موسوسة كل حاجة كانت الله ارحمها مديحة بتعشق بنتها بتخاف عليها جدا كانت تخش تشوفها بتتنفس ولا لأ والله كل خمس دقائق وانا معاها جابتلي الجنين وقتا اه والله بتحبها الله ارحمها بقى مديحة خلي لها بنتها يخلي بنتها يا رب يسعدها فمديحة اه يعني مسلا مرة زعلت مني تخاصمنا مع بعض بيزعلنا يعني زعلة كده خفيفة بالمناسبة احنا اشتغلنا مسرح مع بعض مسرح هي برضو كانت مكسرة الدنيا اسمها يوم عاصف جدا الناس حفظها بفضل لك زلطة وتطلع بره اه كان فيها سلاح قبيل الله ارحمه كان فيها نجاح الموجي صحر رقمي اه كانت مصحية ومكسرة الدنيا فالمهم يعني بس هي كانت مصحية التلفزيون يعني اتشاف التلفزيون مم فمديحة كانت خايفة تشتغل وانا من ضمن الناس اللي كنت بقنع فيها انا هتشتغل روايقات دي قلتلي انا مش بضحك كنت قلت لها هتضحكي واعد المخرج الله ارحمه شاكر خضير ده كان من المخرجين الجامدين جدا وابنه دلوقتي حاليا مخرج فيديو فاقنع واشتعلت روايقات بتضحك يعني جميلة مديحة جدا طيبة طيبة الى اقصى الحدود اه وانسان متوضع عكسي من الناس ممكن تفهم لا 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 يا ملاش رعب اي حاجة يا لها ده وانا هتمثل وتروح البيت يعني ملاش رعب اي حاجة مديحة جميلة في حالها في حالها ايوة بالزبط كده تحبش تتكلم عالحد تحبش تعمل مشاكل بعيدة عن المشاكل تماما او للنبر او للحاجات اللي بيعملوا اي عنهم الحاجات لا لا مديحة شخصية جميلة 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 طيب الفنينة الجميلة زبيتة صاروت دي الامر اه الامر فعلا امر دي منيون كده كله على مداز وضنا انا كده يعرف اما اسرق لك الـ 35 او الله انا فاكرة عشان مرة روحت جبت لها سابو كده مديحة سوريا زبيتة اللي ارحمها اشتغلنا مع اشغالت معها فمسرحية اسمها عشرين فرخة وديك عشرين فرخة وديك دي كانت من ضمن المسرحيات اللي هي كانت بتاعة اللي ارحم ملسوز امين الهني دي اه وانا كنت عدوا في فرقاته ما كانش بيسبني يعني انا كنت معها لطول وكان مدير الفرقة اللي ارحمه السيد بدير ناس من جناس اسمائي يعني جملة فعمل كذا مصرحية فيه مصرحية المصرحية دي كان فيها بقى ودات حمدي كان فيها زبيدة ثروت وكان فيها ميمي جميل بيميلة وكان فيها كوسر العسال يعني كان فيها مجموعة كبيرة جدا كان هما زوجاته الاربعة وزبيدة المدرسة اللي حيحبها ما ماتت واحدة هتجوزها وكان مزواج يعني وانا كنت بنته فاتعرفت بيها في المصرحية دي طبعا نجمة سينما امر بقى دخل عندنا يعني في المصرح وهي حبيبك ترقيقة حبيبك تتخافة تترقيقة باينا على الشيشة يعني كلنا كنا برضو يعني لغاية النهاردة برضو بنبقاعدين متى الناهين كده قدام التلفزيون بجاتك لنا نتعلم منها ومن جمالها ورقتها ولبسها وشيكتها هي رقيقة جدا لكنها كمان كتت حساسة قوي والله وخايفة لأن حبيبتي لما جات هي ملهاش في المصرح فكتبت خاف يعني بتخاف من المصرح أصلا المصرح ده متهليس لحظو حدين يا تنجحي يعني يا الجمهور يطلعك سبع سماء يخسر بك سبع أرض المصرح ده أصعب حاجة لأنك بتاخدي ده أكشن فوري من الجمهور بتاعك ومش أي حد يقدر يمس المصرح لأن ممكن حد يغلط أو كده معرفش يسلح غلطه ازاي معرفش يلحق نفسه على المصرح دي خبرة طيب خليني أسألك أخيرا سوسو أو صحر أو نادية شكري من الفنانين اللي بتتباحهم اليومين دول يعني أما ييجي فيلم ويجي مسلسل بتثبت القناة وتعود تتفرج عليه والله بس أقول لك على حاجة أنا حاليا مش مش مين أنا ببص بصات كده فاللي بلاقيه شدني كفنان حتى الجداد وصويرين والمتوسطين لأعمار كده مثلا حنان حنان أنا ما أكلمتش عنها طبعا حنان مطوع كنت أنا اشتغلت معهم فأنا الرئيس هي كنت موجودة فأنا الرئيس كنت أول معرفها بين يوبنا أنا عرف ماميتها طبعا وباباها لأن أباباها كان أستاذي وعرفت مادام سهير جامدة الموسلة الجامدة الخطيرة دي كنت أنا صغيرة في المعهد والأساس كارم اخترني أعمل رواية أشتغل معهم يعني في الرواية طرت من الفرح فتعرفت من وقتها على مادام سهير مشاهدة الجميلة دي كنت طائرة من الفرح أما قابلت حنان بقى بعد كتير أهو فلقيت شخصية جميلة كوكتيل ما بين الساس كارم والعظيمة سهير المشيدي فلقيت أخلاق أدب بتاعت ربنا مثقفة فيها كل حاجة في الدنيا فلما لقيتها دلوقتي ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله عليها كل دور مختلف عن التاني وتعمله بعبقرية أنا أي حاجة دلوقتي تعمله حنان متوال متفرج علي مثلا يعني أنا بدي أمثلة لما فيه طبعا فيه كتير فنانين كتير طالعين شباب أنا لما شوف المسلسل ولا إلي الشباب ده شغال بت بت بعض بالفن الحلو بإسحابك يعني أكيد أنا مبسوطة جدا 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 وكان لي الشرف أن أنا أكون مع حضرتك النهاردة نورتي تان تيفي ونورتي كلام البنات وفخورة جدا بوجود حضرتك أنا في استوديو مرسي ليك أو مرسي ليك ويعني تحياتي لكل المشاهدين وأنا أنتوا حشتونا طب تعالونا بقى فعل بمنظر لازم هنجيلكو هنجيلكو يا سوسو يا سحر يعني أقولك نادية شكري والله أنا أحب أحب سحر سحر خلاص نورتينا يا سحرورة يا جميلة يا أمر إنتي مرسي يا حلتديك طبعا زي ما أنتوا عارفين إحنا كلامنا ما بيخلص هنروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم عن حدود حرية البنات على السوشيال ميديا سنونا بادرقص